امرأة ملعونة أتتها رسالة من الله قبل موتها بساعة فقط ولكن ما فعلته كان صادم للغاية سنشاهده معا سريعا ولكن لطفا قبل أن نبدأ ادعمنا بلايك لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم أحبابي في الله نتمنى أن تكونوا بخير حال وأنتم تشاهدون هذا الفيديو وقبل البدء علينا أن نوضح لكم جميعا أن هذا الفيديو يعد مهم للغاية لكل الفتيات وأيضا لكل الشباب الذين هم في سن العشرين عام وما عليك فقط عزيزي المشاهد إلا أن تشاهد هذا الفيديو وأنت في غاية التركيز ولطفا لا تترك الفيديو قبل مشاهدته لنهايته حتى تصلك المعلومة بشكلها الصحيح والآن على بركة الله نبدأ ساندي ساندي هي فتاة عندها 26 سنة متزوجة من رجل أعمال عند 34 سنة وعلى حسب ما بتقول منار صديقة ساندي إن ساندي كانت بتتمتع بعيشة مرفهة للغاية ودايما زوجها كان بيلبي لها جميع طلبتها وكان المنزل مرفه جدا وكانت ساندي أيضا بتمتلك سيارة فخمة للغاية لدرجة إن في بعض الأوقات صديقة ساندي كانت بتحقد عليها وكانت بتحسدها على زوجها اللي دايما بينفذ لها جميع الأوامر ولكن برغم الترفيه المفرطة وبرغم إن زوج ساندي ما كانش بيرفض لها أي طلبات إلى أن ساندي ما كانتش راضية تماما بالعيشة اللي هي فيها ودايما كانت بتحس بملل وبتشعر في بعض الأوقات إنها عايزة تتطلق من زوجها وبعد فترة بسيطة تعرفت ساندي على شاب عبر الإنترنت وبدأت تحكيله عن جميع المشاكل الزوجية اللي بتمر بيها وبدأت تشرح كمان لهذا الشاب إلى أشياء اللي بتغضبها جدا من زوجها وهي أكتر حاجة بتحبها في الرجل بدأت ساندي تتكلم بمنتهى الأريحية مع هذا الشاب وبدأ هذا الشاب بيقنعها إنها يكون بمثابة كاتم الأسرار الخاص بساندي وبعد فترة بسيطة في هذه العلاقة بدأ يتم بينهم لقاء وبدأ الشاب بيطلب من ساندي إنهم يتقابلون وبالفعل ساندي ما كانش عندها أي مشكلة إنها تقابل هذا الشاب فحدث بينهم لقاء في إحدى الأماكن الخاصة حتى لا يرهم أحد ويخبر زوجها وبعد فترة قصيرة من هذه المقابلات بدأت العلاقة تتطور لأبعد من ذلك وبدأت ساندي تشعر أن هذا الشاب يستحق أن يكون هو زوجها وبدأت تعجب به والشاب أيضا كان يعجب بها ولكنه كان ماكر للغاية وكان هدفه الوحيد من علاقته مع ساندي أن يأخذ منها أموال كثيرة لأنه علم أنها من الأثرياء أو أن زوجها من الأثرياء فقال الشاب في نفسه أن هذه فرصة رائعة لتجعله يصبح أيضا من الأثرياء بسبب هذه الفتاة وبالفعل حدست بينهم علاقة محرمة وقاموا بالوقوع في الزنا معنا وكانت ساندي سعيدة للغاية بعلاقتها مع هذا الشاب وترى أنه هو الشاب المناسب الذي كانت تبحث عنه دائما وبعد شهور على هذه العلاقة بدأت صديقة ساندي منارة تلاحظ أن ساندي قد تكون تخون زوجها ولأنها صديقتها المقربة فقد بدأت تلاحظ عليها بعض الأشياء الغريبة فطلبت منار من ساندي أن تقوم بمصارحتها وأن تخبرها ماذا تفعل في الفترة الأخيرة وما هو السبب في تغير حالها بهذه الدرجة وبعد إلحاح شديد من منارة قالت لها ساندي أنها بالفعل تعرفت على شاب آخر وأصبحت مهيمنة به فزعقت منارة وسألتها ما هو السبب الذي جعلك تبحثين عن رجل آخر غير زوجك خصوصا أن زوجها كان يلبي لها جميع طلباتها وكان يقلب لها كل شيء فتعجبت منار وسألت ساندي عن السبب فقالت ساندي إن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعلني أترك زوجي وأبحث عن غيره إن زوجي ضعيف الشخصية ودائما يتعامل معي بلطف شديد ولا يعصي لي أي طلب وأنا لا أرغب في هذا النوع من الرجال فإن زوجي لم أتذكر له ولا مرة قط قام بضربي أو سبي أو حتى رفض لي أي طلب وهذا النوع من الرجال لا يعجبني وأكملت ساندي حديثها قائلة أنا كنت دائما أبحث عن رجل قوية شخصية يضربني أو يرفض لي طلباتي ولا يلبي لي جميع أوامري فبذلك أكون سعيدة تعجبت منار من شخصية ساندي وقالت يا للهول زوج طيب يلبي جميع الطلبات وهي ترفضه وبعد دقائق فقط هددت منار أنها ستكشف أمرها وطلبت من ساندي أن تكف عن هذه العلاقة المحرمة هذا وإلا ستخبر زوجها والعامة بأن ساندي تخون زوجها وأنها امرأة غير طيبة وبعد اجدال كبير ما بين ساندي ومنار أكدت منار على ساندي أنها بالفعل هتخبر أمرها للعامة وهتكشف سرها وهتكون سبب في طلقها من زوجها فخافت ساندي من كلام منار وطلبت منها أنها ما تخبرش أي أحد بالأمر وأنها بالفعل هتقطع علاقتها بهذا الشاب ولن تخون زوجها مرة أخرى فرحت منار بهذا الكلام وعادت مرة أخرى إلى المنزل وتقول منار أنها بالفعل لم تكن في نيتي إطلاقا أن أقوم بكشف سر صديقتي ساندي ولكني فعلت هذا الأمر حتى تعود مرة أخرى عن الأشياء التي تفعلها وتقسم منار أن تهديدها كان فقط من أجل صديقتها ساندي وأنها كانت تتمنى لها عيشة طيبة ولا تتمنى أن تقوم بخراب بيتها ولكن للأسف ساندي لم تقتنع بكلام صديقتها منار وذهبت سريعا إلى الشاب التي هي على علاقة به وطلبت منه أن يتخلص من صديقتها عن طريقة فضيحة مدبرة لقد قامت ساندي بالاتفاق مع الشاب التي تقوم بعلاقة محرمة معه أنها ستجلب له صديقتها منار في مكان معين وأن هذا الشاب عليه أن يقوم باغتصابها وتصويرها في وضع مخل ثم يرسل لها بعد ذلك الفيديوهات التي قام بتصويرها وبالفعل في اليوم التالي اتصلت ساندي بمنار وطلبت منها أنها في ورطة كبيرة وعليها أن تأتي في المكان الفلاني سريعا ولأن منار كانت تحب صديقتها ساندي للغاية فذهبت سريعا إلى المكان المطلوب وهناك بكل أسف قام الشاب بتمزيق ثياب منار ثم تصويرها في وضع مخل وطرقها تذهب بعد ذلك وبعد ساعة فقط من هذه الحادثة المؤلمة اتصلت ساندي بمنار وقالت لها أنها تمتلك الآن فيديوهات مخلة لها وإذا قامت منار في إحدى الأيام بكشف سر ساندي أو إخبار أي أحد أنها على علاقة بشاب ستقوم ساندي هي الأخرى بنشر فيديوهاتها وتكشف أمرها للعامة اتصدمت منار من فعل صديقتها ساندي حصوصا أن منار ما كانتش نوية أنها تفضحها بالفعلة وكانت بتهددها فقط وبعد ساعات فقط اتصلت منار بساندي وأخبارتها أنها ستقوم بقتلها بعد ساعة فقط نعم قالت منار لساندي أنها مش هتترك العملته يعد على خير وأنها تقوم بقتلها بسبب ما فعلته فضحكت ساندي ولم تستجب لهذا التهديد ولكن الغريف في الأمر أن بعد ساعة فقط تعرضت ساندي لحادث ثيل مؤلمة وتوفت بالفعلة وأرسلت منار إلينا القصة وبتقول إن الحادث اللي تعرضت له ساندي كان مضبر نوعا ما وهناك شبهة جنائية بأن شخص قام هو بقتل ساندي وبسبب أن التحقيقات جارية فبكل تأكيد ستجلب الشرطة رقم منار وستعلم أنها قامت بتهديد ساندي في اللحظات الأخيرة أو في الساعات الأخيرة من حياتها لذلك تسأل منار يا ترى إذا طلبتها الشرطة ووجهت لها الاتهام وقالت أنها قامت بتهديد ساندي فماذا تقول منار حينها؟ هل تخبر الشرطة والعامة بما كانت تفعله ساندي وتفضح أمرها؟ أم ماذا تفعل؟ باختصار شديد منار تسألكم الآن هل تخبر زوج ساندي وتخبر الجميع بما كانت تفعله ساندي حتى لا يشك أحد أنها قامت بقتلها؟ شاركونا بأراءكم عبر التعليقات